بعد مرور أسابيع فقط على تشكيل الحكومة الجديدة تبدو الخلافات بين الكيانات السياسية أعمق مما كان يتصور الصراع السياسية تمحور اليوم حول الحقائب الوزارية المتبقية سيما الدفاع والداخلية التي بلغت تسابق للفوز بهما مستوى غير مسبوق وتحول إلى مزاد كونهما الأكثر تمويلا إلى جانب ست وزارات أخرى كل تلك الصراعات والمساومات يبدو أنها عجلت بتلويح رئيس الوزارة عادل عبد المهدي باستقالته بحسب ما كشفته مصادر مقربة من رئيس الحكومة في محاولة لاحتواء الضغوط المتزايدة عليه فلم تعد المفاوضات لاختيار مرشحي الحقائب الشاغرة ترتكز على عبد المهدي وحده بل أصبحت تدور بين القوى المتنفذة لتبادل حقائب واستبدال مرشحيين بعيدا عن رئيس الحكومة وتقول مصادر مطلعة أن أطرافا سياسية عرضت على شركاء آخرين مبلغ خمسين مليون دولار لقاء التنازل عن حقيبة الدفاع بينما تحتدم المواجهة بين زعيم اتلاف الوطني إياد علاوي وزعيم حركة الحل جمال الكربولي بشأن حقيبة الدفاع تسربت تفاصيلها إلى العلن وباتت ملفا محرجا على الجانب الآخر يتنازع اتلاف سائرون وتحالف الفتح حول وزارة الداخلية وتحديدا مرشحها فالح الفياض وسط توقعات بأن يستغرق هذا النزاع وقتا طويلا لكي يتم من خلاله إشغال الرأي العام عما يتم اتخاذه من إجراءات لتسهيل عمليات نقل العملة الصعبة من العراق إلى إيران في ظل التزام حكومة عبد المهدي الشكلي بالعقوبات ويرى مراقبون أن الأسابيع القليلة القادمة ستكون حاسمة فيما يتعلق بمصير عبد المهدي وفرص استمراره في منصبه فيما تكشف مصادر سياسية أن هناك من بدأ فعلا في التفكير بمرحلة ما بعد عبد المهدي التي ربما تبدأ أسرع من المتوقع أمر إن حدث فإنه لا يعني فشل عبد المهدي الشخصي فحسب بقدر ما يؤكد فشل الطبقة السياسية كلها وهي التي وجدت فيه رجل التسوية في الوقت الضائع